السلام عليكم كديرين لابس عليكم مرحبا بكم فيديو دي الشبكية اللي طلبوا مني بزاف ها هو جاء الوقت دياله تنظر باقي الوقت ده باش نوجده الشبكية باقي سيمان ان شاء الله الرمدان لا يدخلوا علينا ان شاء الله بيرفع علينا ربي هاد البلاء ونكونوا بصيحة جيدة ويحفظ بلادنا المغربية ربي شبكية رائعة بمقادير استثنائية ما تنظن شوش كينا في اليوتيوب ما غتلقوهاش كانت مننا هاد الوصفة ديالي انا كان هديها الابنات اللي يمتبعيني ولكن الله يهديشي وحدي كيف ما قلت لكم انا هاد الهدرام خانقوله في كل فيديو لكي يدخلوا عندي القناة ديالي وكينقلوا لي الوصفات الله يهديهم يمشيوا احتهما يضربوا تمار كيف ما تنقولوا راه اليوتيوب ما ساهلش ويجربوا تهما وصفات ويمشيش تدو دي رقوب بكولي مهم ما نطولش عليكم في موضوع هنتوما الشبكية كيفاش كتجي شوفو انها فيها من علامة النجاح ديالشبكية كتكون مجعبة هنتوما شوفو يعني شبكية معلكة زيان هنتوما وشيشة في نفس الوقت هنتوما شوفو شوفوش عالمعسلة تلع السلرة من اهم العوامل اللي كيساعد الشبكية باش نجح شوفو كيفاش دايرة نعود نقسم معاكم محدة اخرى هنتوما شوفو شوفو ذوك التقيبات كيفاش كيكونوا هنتوما شوفو الشيشة ومعلكة في نفس الوقت كنتمنا تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخير ويعجبكم ان شاء الله هاد كيف ما قلت لكم هاد الوصفة ديالي هدية المتتبعات والبنات اليوتيوب رهما ما قلالينش في قنوة طبخ ولكن انا كان بغين ديلكم شي حاجة اللي كتكون يعني مجربة هانا وصدق لكم فاتمنى الفيديونا الاعجاب للكم ودائما نطلب منكم تشجيعوا الدعم يلا بسم الله نبدأوا بالنسبة لبنات المقادير يلا بسم الله غادي مبدأوا ان شاء الله تبعوا معايا مزيان وركزوا معايا في شباكية هنتوما عندنا كيلو ديال الطحين دقيق البيئ دقيق الابيض كيلو ما فيتا كيلو بحتا قرم ولا جو قرم الشباكية المقادير ديالها رهما مضبوطين غيك تزيدي شوية عندنا معلقة كبيرة ديال نافع مطحون او الاليانسون عندنا معلقة كبيرة ديال القرفة القرفة سندنا كل شيء كعرفها باللغة العربية القرفة هنتوما عندنا زلافة ديال الزنجلان مطحون زلافة ديالزنجلان مطحون عادي اما محمر اما خذر كيف ما بغيتو مطحون زيان ما بقى فيه تشي حبة باش مني نكونو احنا كنشبكو شباكية زلافة كيف ما قلت لكم زلافة هاقام طحونة عندنا نصف خمارة خمارة بيكين باودر زنجلان هو السيمسيم سيمسيم مطحون عندنا زلافة غادي نديرو شوية ديال الملح عندنا هنا زيت الزيتون كاس ديال زيت الزيتون ولا الزيت البلدية عندنا هنا كاس ديال مظهر فيه زعفران شعرة زعفران شعرة اللغة باللغة العربية والله ما عرفت تشيلي عارفة مهم عندنا كاس ديال ما الزهر فيه زعفران شعرة اللي بغيتو القياس ما بغيتو ديرو زعفران شعرة ديرو غيل ملوين مهم انا كن دير زعفران شعرة هنا هي الزبدة اللي غنت نتكلم لكم عليها ما تاخدوش معي الزبدة بالكاس غادي نعطيكم العبار بالضبط بالقرام 125 جرام ديال زبدة اما ديال العبار اما مارغارين استعملوا اللي بغيتو غاهية اننا نقول لكم دائما تأبين مارغارين حيث راه ماشي صحية رص حدي لن ما اللعبوش معاه ايدا غادي نحتاجو معلقة كبيرة الخل فقط لا اقل ولا اكتر باش مازينش باكيه شيشة لاننا مستعبنين فيها ليدا وغادي نزيدو عندنا كاس ديال مزهر وكاس ديال الماء اعطيتكم مقادير مضبوطين كيف ما قلت لكم وعطيتكم شي مقادير اللي تنشك واش ان شي واحد غايتكم بحرض المقادير لان انا تنشوف دوك الوصفة اللي كينين راه مهم مكيعطيوش داك شي بتصدق المهم غادي نبدو ان شاء الله بتشوفوا معايا الطريقة ديال تحدير بدو ان شاء الله بلا ما تعقدوا راسكم بلا ما داك شي ديال لادو زف الحكاك ولا بس بزها ولا ذاك شي ما كانش من انا كيف ما كيف كيف خدمو منها بزاف ويعني بخوفيسيوني اذا هالطحين سوف تضعوش معها فدليك نهائيا راسكم سوف تضر على العجانة 1-5 دقائق 10 دقائق صافية شبكية تناواجدة لا تبات لا تشي حاجة سوف يجربوها تشبكية و ستدعي معايا ان شاء الله هاو كيلو ديال الطحين انا اضعت عليه النافع معلقة النافع ينسون معلقة ديال القصة زلافة ديال زنجلان الزبدة 125 غرام الزبدة حليب لا نقوم بتصفة كاس زيت زيتون كاس زيت نباتية التي تريد لديكم لنضع نقوم بتصفة نصفة خمارة إذا لا أعلم لا أعلم معكم البيض المصفة يستخدم الزبدة لا تستخدم لنقصة شبكة نصفة المصفة الخميرة مصفة لنقصة نصف معلقة مصفة كبيرة الخميرة و الحلويات كما نحيط معلقة الكمي نقصة تدريب نضيفه في محنة تهلينا واحدة من فئة ثمانية قراءة إذا لاحظتم أنه لا يوجد خميرة معجونة لا يوجد شيء يدور في الشباكية هذا المقادير الذي أعطيتكم مقادير مضبوطة مقادير قليل الذي سأعطيكم هذا المقادير نتمنى أنكم تجربوها سوف ندور هذا العجانة حتى تجازم مع بعضياته نضيفه في الخل ونضيفه في مزهر ونضيفه في الماء فهنا ندور دباء في العجانة لتشوفوا معي المراحل سوف تشوفوا الطريقة كيف نعجنه كيف نعجنه تجربة مزيان تجربة زبادة زيت الملح تجربة 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 نبسوه مزيان ومن بعد ان شاء الله سوف نضيفه عليه ذاك الماء المزهر والماء هاو كاس دي المزهر مع كاس دي الماء ورانا زيت شوية دي الزعفران حيت جاتني بحلها اللون ماعطتني ش اللون اللي بغيت انا لان ذاك اللون صفر كي يساعدنا في القلي إلا خليناها بحل هاك كاغي بيضة منين كنجيو نقليوها ما كتبالينا شبكية هدا سير من الاسرار دي النجح شبكية باش تنجح لنا في القلي فهنا هي كيف ما قلت لكم ضروري نزيدوا لي شوية دي الزعفران إلا خلينا في هاد اللون راملين كونو كان قليوه غادي نتعدبو غادي تعطل لنا في القليان وغا مقواق في نحداها مقواق في نحداها وغادي نملو هانتوما كيف ما كتشوفو انا زيت لها هنا يا ذاك ذاك المولوين هدا اولو اللي كتبغي تكون علي شبكية باش تجينا في القليان مزيان هانتوما انا بيت نخلي لكم كل شي واداك يعني المراحل كاملة ما قطعش لكم هانتوما كتخليوا تدور علي العجانة مزيان واحد خمسة ديالتقائية را العجانة كتعاون صراحة بزاف وحتى الماكينة ديالتقائية كتعاون مزيان صافي هاي مبعد ما جمعت لينا اللي جينا شتو كيفش كتكون كتكون بحلقة ما تخافوش مننا غي خليوها هكا عندها كوية ومزيدو العلم المقادية اللي عطيتكم هما اللي تديرو غادي نجمعوها في بلاستيكا غادي نخلي واحد تتعرق لينا مزيان تطلق واحد ساعة على الاقل ساعة تطلق ساعة مزيان عاد ندوزو نديروها نقطعوها ونبدو نشبكو وندلكو نشبكو تطلق ساعة مزيان وننجموها ساعة مزيان بعدها تطلق ساعة مزيان ونضرق ساعة مزيان نقوم بلاستيكا انتبه ندروا نحاول اننا نقطعها بالموس غير قطع قد هاكا نحاولوش نديروا قطع يكونوا كبيرة باش نغلبو عليها بحال هاكا هانتوما هاكا 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 باش ممكنوك نتلقوها بك بتعاوننا نخذ واحد نقصف كما ترون معي اخذينا الكرة العجينة الشبكية ضروري ندركها على شكل مستطيل وندركها في المكينة المكينة تسهل علينا الأمور بزاف المهم سوف ندركها في المكينة نحاول نعطيها الشكل طولي لكي تسهل علي الخدمة هذه الخدمة تسرعوا الخدمة في الشبكية وتحصلوا فيها سوف نستمر بحلاقة سوف نأخذ واحد جرارة سوف نقسم هذه العجينة على جوج بحال هكا نحتفظ بهذه العجينة نضيف حداية 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 رابع تنقطع واحد جوج تلاتة رابع تنقطع صافي نستمر بحلا هكا حتى نكمل شي ما تقطعوش دوك الجلمو ما تخافوش منهم والله لكا جي شبكية مقادة هي هادي واحد جوج تلاتة رابع تنقطع واحد جوج تلاتة وانا تنذير معكم هكا لانا راكين المبتدئات لي معارفين شبكية منين يبدوها باش نسهلوا عليكم الامور هانتو ما تشوفوا معايا مزيان هاو مولو عدنا ربعات الاشريطة ازينا واحد وحطينا واحد وبقاولينا هات الجوج هانتو ما شتوش شكل ديالة كيف يجي انا غادي نعاود معاكم باش تشوفوا مزيان وتفهموا ضروري كنقرصول هادوك الجناب باش ما تحلش لنا في القليل باش تبقى محافظة اشكل ديالة هانتو ما واحد واحد كان نحطوا واحد فوق الاخر وكلاقيوا دوك الجناب سمحوا لي انا كشبك بالزربة ولكن انا غادي نعاود نديلكم ان شاء الله يعني فيديو من المور هادا غادي غادي نبقى معاكم شوية فتشباك هانتو ما انا را كان ننسوك نزرب شفتو جوج كلاقيوا جوج مع بعضياتهم شنو كيبقوا لين دوك القنيزة كلاقيوهم واحد كان نحطوا عجينا فوق عجينا نديرو هاك شفتو شكل كيف يجي ديالها بخوفيسيونل هانتو ما هادي تبداوا معايا غنهزوا واحد ونحطوا واحد نهزوا واحد ونحطوا واحد كنشدو هاد جوج مع بعضياتهم هانتو ما اوتوماتيك مو كيتلقاوا لين دوك الريوس وكتحصلوا على تشبيكة ديال الوردة تشبيكة زوينة قدرت لكم كيف مكتلكم هاد شبيكة هادي ساهلة ديال ربعة جوج كتشدو هاد ديال وجوج في اليد الاخرى وكتلاقيوا الجناب هانتو ما غادي نعود معاكم واحدة اخرى ضروري الشبكية كتبغي شوية ديال صبر ننزوا واحد نتلقوا واحد ننزوا واحد نتلقوا واحد وكنشدو هادوك الجوج مع بعضياتهم بحلقة ثم هما كيقولوا لكم لاقوني يعني عملية ساهلة وواضحة كتلاقيهم بحلقة كتقرصوا من الجناب باش مني نكونو كنقليوها ما تتحلش لنا يتبقى محافظة على الشكل ديال هاد يال الورضة هانتو ما كيف مكتشوفوا معاي الشكل وكيما كتلكم الماكينة اه فرقم ثلاثة صراحة كتلطينا اه مورقة ذاك شي هو ذاك مقاد صافي نعود معاكم واحدة اخرى هانتو ما شتو كل شي بعينيكم نزوا واحد ونطلقوا واحد ونقرصوا الجناب بلقلي بزاف كيخافوا منو وكيتشكوا منو هانتو ما غاد يديروها تقلع على عافية نار تكون مهيلة بزاف كما تقولون العافية تكون مقتولة وتتتحمر لينا من التحت عاد نقلبوها باش تحمر لينا مش جهة اخرى باش تتحمر كل هفل واحد ميجينا شي طايب شي خضر هادا وما النصائح اللي نبغي نعطيكم هاد شي اللي كاين وكيف ما نقول لكم بالنسبة للعسل ضروري ما تصخنوا قبل عاد طفيفوه الشبكية باش شبكية ما يكون العسل قاسح وتحطوه في انتوما الشبكية غادي تفرتت ليكم ضروري العسل خصوه يكون سخون عاد نحطوه فيه الشبكية وصافي كنعسلوها مزيان فيما كتبالينا القلية الخراراها قريبة تقلة كنحيدو هاد القلية هادى هادى اللي قلينا كنديروها صفة وكندر نرشوها بشوي دي الزنجلان محمر هكا كيف ما قلت ليكم العسل توا من عوامل نجاح ديال الشبكية هادا هو الفيديو ديانا اليوم البنات كنتمنى تطبق داك شي اللي قلت ليكم بالحرف دائما كنت طلب منكم الدعم وتشجيع وتفعيل جارس دائما واللايك للفيديو باش دائما ان شاء الله انتوما بحلقة تزيد وتشجعوني اناني نعطيكم المزيد ونعطيكم دائما غير وصفة اللي مجرباها انا وغتستقليكم موسيقى